أعرب وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي عن أمله في أن يلعب الاتحاد الأفريقي باعتباره الحاضن الأولى للنضال الشعبي الصحراوي دوره كاملا في تصفية الاستعمار من آخر مستمرة في أفريقيا وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير المصير في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي السابعة وثلاثين بهذه صبابة ذكر وزير الخارجية الصحراوي بدور القارة الأفريقية في تسوية نزاع في الصحراء الغربية باعتبارها الحاضن الأولى لقضية الشعبي الصحراوي العديد من الأزمة والتحديات تهيمن على أجندة أشغال قمة الاتحاد الأفريقي منها النزاع في الصحراء الغربية ومكانة القضية الصحراوية باتت تتعزز لدى دول الاتحاد الأفريقي يوما بعد يوم وهو الأمر الذي لمسته جبهة البوريزاريو لا سيما في السنوات الأخيرة وتجلى في موضوع الشراكة والتنسيق بين مختلف هيكل المنظمة القارية لتأكيد سيادة الشعب الصحراوي على أراضي